يمكن أنا محتاج أتكلم معاكو شوية على قمة المنامة اللي كانت يوم الخميس اللي فات وتحديدا على كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واللي بشوفها دون أي انحياز والله العظيم أنا بتكلم بأمانة أقوى كلمة اتقالت في القمة وقد يكون وراء ذلك أسباب منطقية أو هي الأسباب الكبرى لو حبيت تسميها كده الأسباب الكبرى اللي خلت كلمة الرئيس تلقى هذا الصدى على المستوى الدولي عشان كده أنا بقول لك هي أقوى كلمة مش لأن أنا شايف دي كلمة رئيس جمهورية مصر العربية أو أنها كلمة الرئيس وأنا لدي انحيازات تجاه الرئيس يجوز يعني احترام محبة تأدير سميها زي ما تسميها لأنا بقول لك هنا على مستوى الأصداء أمام العالم كلمة الرئيس كانت شديدة القوة تحدث فيها عن الأطفال في فلسطين كلمة الرئيس كانت شديدة القوة وتحدث فيها عن الإنجرار وراء المعارك الصفرية كلمة الرئيس كانت شديدة القوة فيما يتعلق بموقف مصر الثابت من تصفية القضية ورفض التهجير القصري ورفض التهجير الطوعي ورفض الوضع الإنساني المأساوي اللي موجود على الأراضي كلمة الرئيس كانت في منتهى القوة أن مصر مستمرة في مسارتها ترجمة نانسي قنقر